روي فيتوريا مشي ايه المعلومة دي؟ يا راجل روي فيتوريا مشي؟ خلاص عارفينها دي قديمة في حد جديد بقى من الاجانب اللي في اتحاد الكرة شكله قريب انه يمشي ايه الحكاية يا عم كريم؟ بريدة رجل برتغالي الجميل ده رئيس رجل حكام بقى له فترة كده الاتحاد بين كوسين يعني البلد بيتكيلوا عالسين يعني احنا مش عاجبنا للشغل ده احنا مش متدايقين من اللقطة دي الحكام مثلا بيشتكوا عشان مستحقتهم ولا بيشتكوا حاجة في لجنة الحكام او انهم ما بياخدوش مطشق معينة او التصنيفات فيروح الاتحاد الكرة فبدل ما اتحاد الكرة يرجعها تاني لبريرة لا يقولهم روح على الشؤون الكالونية تفاصيل تمام؟ فانا بصراحة تصورت تصورت ان اتحاد الكرة بيحاول يطفش بريرة ده الكلام ده بالمعلومات اللي جاية لي اليومين تلاتة اللي فاتوا المفاجأة الكبيرة جدا ان عدد كبير من الحكام طلبوا من مجلس ادارة اتحاد المصري لكرة القدم طلبوا منهم قالت بيتور بريرة رئيس لجنة الحكام من منصبه طيب هم شايفين انه بريرة ما قدمش اي جديد وانه محاضراته الفنية ضعيفة جدا وانه التحكيم ما اتطورش ولا حاجة وانه اللي حصل في كاس الوهم الافريقية ده كان اداءهم الفردي ومجهودهم الفردي وهم شايفين انه ما يمشي بريرة انه وفر الدولارات دي وانه المصريين اللي كانوا موجودين قبل كده كانوا كويسين او حتى الاسماء اللي ما اتطرحتش قبل كده زي كابتن ساميرا عثمان مثلا زي كابتن جاية جريشا ممكن الناس دي تاخد فرصة هم من الاخر كده مش مبسوطين مع بريرة تمام كان معي كابتن جاية جريشا من يومين وبرضه هو رأيه كده انه بريرة ما عملش حاجة جديدة للتحكيم في مصر وفي ناس من اللي شغالين في لجنة الحكام برضه مش مقتنعين او بريرة الحكاية فينا جماعة الحكاية كتير من الحكام اللي موجودين دلوقتي مرتبطين باسماء سابقا مسجد لجنة الحكام مرتبطين شخصيا مهنيا بريرة احنا على الارض كمتابعين مش شفناش حاجة ملموسة انه راجل لطور بس في نفس الوقت عشان نبقى عندنا امانة في الطرح بريرة مثلا معاه شفنا تأكيد ان الحكام المصري موجود في المباريات الكبيرة اهلي زمالك مطشط في نهائي كاس في نهائي كالسوبر رجعنا تاني نشوف حكام مصريين يا ده جزء كويس ده اللي احنا بنشوفه بعينينا فيه بقى جوا بقى فيه معسكرات تدريبات محاضرات دي مش هنعرف نبقى جواها قوي تمام نقطة كمان قصة بتاعة تصنيف الحكام اللي هو فيه حكام دوري ممتاز حكام دوري محترفين حكام درجة ثالثة دي مش عاجبة كتين من الحكام ودي سبب الغضب الاول للحكام من بريرة بس الراجل اللي وجهة نظر لما كان معاه هنا في رقم عشرة انه عايز الحكام اللي موجودين بتاعة دوري ممتاز دول ياخدوا عدد مباريات كبير كتير ويبقوا صفوا بتاعة تحكيم عشان يعرف يستخدمهم كمان في المباريات الدولية كتير ويبقوا عندهم فرصة ان نلعاوه في المباريات الدولية كتير سواء عالمية او كرية انا عجبني الرأي ده مكتبش عليكو يعني بس اكيد الحكام عندهم موجود نظر اكيد اللي في قصة التحكيم عندهم موجود نظر بس انا مش معك كم انا معك كيف بما انك اشتغلت على الكيف فاكيد في ناس تانية ممكن تتظلم بس انا هضمن ان الكيف ده يبقى كيف الناس يعني الحكام بقى بتاعة دوري ممتاز دول مفهومش غالطة مش ما بيعملوش غلطات هيغلطوا طبعا بس مهم مفهومش غالطة اللي هو حكام جامدة جد لكن لما كانت العملية مفتوحة انه اي حكم بيحكم اي مباراة سواء دوري ممتاز محترفين درجة ثالثة فكان بيخشين الدوري ممتاز مثلا فاجأ حكام اللي هو تقول ده مش مؤهل انه يحكم في دوري ممتاز فكان وقتها او في بعض الاحيان كان بيبقى فيها بعض المجملات مجدبش عليكم اه لما يبقى فيه تصنيف للحكام يعني فيه حكام يشتغلوا دوري ممتاز واللي تاعة دول ما يشتغلوش ابدا دوري ممتاز اللي لما يطلعوا التصنيف الاول ده اكيد فيه حكام ممكن نخسرهم بدون ما نقصد برضو فيها ظلم غزبا عنك انت مش طعف تعدل بشكل كامل ما في المية في كل احوالي عشان اختصر عليك يعني بريرة ايامه تبدو تبدو معدودة في اتحاد الكرى المصري ترجمة نانسي قنقر